مرحبا بكم مرة أخرى إخواني أخواتي اليوم سنتكلمون على الأفوكادو أو الأقواكاتي على هذه الطريقة الربيع للوسط الأنواع الربيع ما هم الأنواع الربيع؟ أما الفصة، الشعير وشنقالة في الأوقات ديالشهر 12 وواحد وجوج وثلاثة كان نديرو الربيع ديالنا لكسيبا وإلى ما عندناك الكسيبا يمكن لنا أن بيعوه أو أن تبرعو عليه الجيران اللي كيكونوا عندهم المواشي ديالهم وحدانا إما يحسكوه، يحشوه أو اللي يحيدوه أو اللي يقلعوه بالطريقة وباللهجة اللي يفغيتو هذا الربيع هذا شنو الإفادة دياله؟ كتستفد منه الأفوكادو من الريح كيدرق عليها ومن المي لكا كتير كيشترو بها داك الماء كينقص عليها من الماء وكتولي كتخدم على راحتها يعني كيكون عندها الدرق ديال الريح وديال البرد وكيكون عندها حتى الماء ما كيبقاش عليها كتير لأن الوقت ديال الشتاء اللي يليه كيكون قوي عليها الشتاء إذن غسنا نعونها بالحويج اللي غنزرعوهم في الوز ديالها ومن بينها هذا الربيع هذا الشعير أو للفصة ولاشنقالا كيعونها وكيدرقوا عليها إخواني أخواتي اللي يلي فاتت ولكن جاي الصيف فالأوقات ديال شهر ربع وخمسة غنزرعو لها الدرق لأن الدرق غتعوننا كذلك غتدرق علينا في الوقت ديال اللي كيكون ريح سخون أو للحرارة لأن الدرق تطوال بزاف كيواللي فيها أكثر من جوج متروق وكتكون كتدرق عليها ومهمة بزاف إلا كانت الأرض ديالنا ما كنستغلوهاش وما كنفلحوهاش إذن هالطريقة ديالربعها مهمة بزاف اللي يلي والطريقة ديالدرارها مهمة بزاف في الصيف لا فوقاركم عارفين هاستي وإيا ما كتفغيش الصحة بزاف الحرارة بزاف وما كتفغيش البرد بزاف اللي هو البرد القارس إذن خسنا نحاولو نعرفو نتمشاو معاها ونشوفوها شنو فاغير إخواني لازم تكونو كتفكرو ما تخليوش الأرض خاوية الأرض خاوية يراها مشكل لها هي أرض خاوية كينوض فيها الربيع اللي غيدي لها بزاف ديال الأدوية وديالبروتين وكيكون البرد كيوصل لها بسرعة إذن إلا زرعنا الأرض ديالنا عمرناها بشعيره لشنقاله غادي رتاحه ونكونوا مزيانين طريقة ديال السقي عندنا الطريقة ديال الماكيناء ديال توكان هنا هذا والبرميل اللي كنعمره باش نوكله فيه في نفس المشكل هاد الماكيناء كنوكله بها كتاخذ لنا الماكلة اللي كنديره هنا ونفس المشكل كنناخده واحد روبيني باش نعمره هاداك البلاسة هادي هو السيكتور اللي كيصفي الرملة عول الحجر ديال ما ديالنا وكذلك القادس الأخور هو اللي كيدي لنا الأفوكادو ديالنا المصافي وصالح لها هي إذن الناس اللي عندهم المشلوق حداري من المشلوق والناس اللي كيخليوا الغبار قريب للشجرة الأفوكادو في هذا الشكل هادا في الأيامات ديال الصيف راك يكون وعر لها تقدر تشم هذك الغبار اللي كان قريب بزاف عايحرق لها الأوراق أو لا غايصفرها أو لا عايقسلها غاف قطرها إذن يكون لنا سياج ديالنا أو للدرج لأفوكاد ديالنا ويكون لأي بلاسة كندويو هذك الربيع أو لكن حيدوه من الأحسن لأنها تقدر تشم هي شدواء ويأثر عليها والناس اللي كيخليوا الغبار قريب للأفوكادو مجموع را غادي حرقها لكم والأكتر يا في الصيف